برحب بحضراتكم مرة تانية واكيد عندنا كلام كتير قوي عن مباراة بارني مينخ امبارح نادي الاهلي بارني مينخ وكمان مباراة بالميراس اللي جاي علشان نحقق انجاز ان شاء الله جيل الفين وستة ونحصل على الميدالية البرونزية كلام كتير ده طبعا مع نجم الاهلي السابق والمدير التنفيذي لاتحاد الكورة فرع القاهرة كابتن محمد حشيش اللي دايما منورنا منورني يا كابتن شوفكي مساء ازاي الحمد لله كله تمام وعايز عرف انت بقى رأيك في مباراة مبارح الاهلي وبارني مينخ نصف نهائي كاس العلم للاندية بصي يعني المباراة دي بالتحديد خدت كلام كتير قوي سواء قبل المباراة وبعد المباراة احنا عايزين بس نقسم الموضوع شوية كده تأسيمة بسيطة يعني احنا عايزين نقول للنادي الاهلي حصوله على بطولة ابطال افريقيا اللي هي بوجبها وصل لكاس عالم الاندية ده في حد ذاته انجاز تتعامل في ظل بطولة استثنائية خدت فترة كبيرة يمكن اطول البطولات اللي اتقدت من ناحية الوقت هتكمن اكتر من سنة المسلم بتاعها اكتر من سنة عشان نوصل للنهائي مر النادي الاهلي بمطبط كتير فيها والحمد لله قدر يحصل على البطولة بعد ما فاز على المنافس التقليدي في المباراة الشهيرة الاخيرة طبعا النهاي الافريقي فده انجاز الانجاز التاني هو وصول النادي الاهلي لكاس عالم الاندية لمرة الستة بعد يعني ست مرات دي كتير اقوي بالنسبة لنادي النادي الاهلي عامل الريكورد في الحتة دي كتير من اندية العالم سواء محلية او دولية امنية حياتها انها تروح مرة واحدة تشارك في كاس عالم اندية فده في حد ذاته انجاز كبير جدا الانجاز التالت لغاية دلوقتي كمان ان انت تكسب المباراة الاولية بتطلع السيمي فينال مع بطل ابطال العالم اللي هو المتربع العرش الكرة دلوقتي باير مينيك اقوى فرقة في العالم دلوقتي من حيث البطولات والنتائج والافراد مسيطارين يا كابت لعبة على مستوى عالي وعندهم احسن لعب في العالم وعندهم وعندهم يعني انت تتكلمي على حاجة جامدة قوي فده انجاز ان النادي الاهلي يعني عايزين بقى نتكلم اكتر عن الانجاز ده وانا متفقة معاك في كلام كتير عن الانجاز ده وعلى فريق النادي الاهلي الحقيقة في المباراة مباراة مباراة وازاي هنحضر لمباراة الجاية ونتكلم على معنويات كمان اللعيبة موسماني هنروح لفاصل وكلام كتير قوي بعد الفاصل مع كابتن محمد حشيش برحب بحضراتكم الجديد ولسه معاي كابتن محمد حشيش وكلام كتير عن مباراة النادي الاهلي وبارن ميونيخ يا كابتن عايز اقول لك الحاجة في ناس كتير او كتير من جماهير النادي الاهلي ممكن قلت ده في الحلقة عندها سنة زعل ان هما كانوا حبين ان النتيجة تبقى يعني بالنسبة لهم الاهلي يجيب جون او غيره او احنا ايه نقصنا علشان نقدر ننافس اكتر مع بارن ميونيخ ده طبعا مع مدى يعني ان هما فخورين بالنادي الاهلي وبالاداء اللي حصل ام بارح من اللعيبة قدام بارن ميونيخ عايز اعرف بالنسبة لك انت الاول النتيجة كانت مردية انت راضي بالنتيجة وعايز اعرف رأيك في الناس او اللعيبة او الجماهير في سنة كده كنا عايزين نكسر بصي هقولك على حاجة مفيش حد في الدنيا بيحب انفريق ويخسر طبعا ابدا يعني حتى لو بيلعب مش عارف ايه كلنا كنا قبل المباراة يعني نتمنى وسقف الطموحات عالي وان حنقدر نعمل واصلحنا لعبنا في السبعنات ولعبنا في التمانينات ولعبنا كذا وكذا وكذا دي اول مباراة رسمية مع فرقة من العيار التقيل ظروفنا واحنا باللعبها ان هي في التوقيت ده احسن فرقة في العالم نتائج وقوة بتجمع بين عناصر كتيرة جدا جدا يعني الاربع خطوط بتاعهم احسن خطوط في العالم طبعا خط الهجوم خط النص المدافعين اللجون يعني ما تقدريش تقولي احسن مين احسن من مين يعني فانت بتلعب فرقة تيلة جدا وحاجة من اللي هي الفرق العالي قوي النادي الاهلي على المستوى الافريقي الوضع في افريقيا غير اوروبا الدوريات الافريقية سواء في مصر او الدورات الافريقية او حتى في الخليج العربي مزايد دوريات برا في المانيا الدور الالماني الشارس جدا القوي جدا اللي هي بايرل مكتسحة على طول الخط تاريخ البونزليجا الدوري الانجليزي الدوري كذا فانتي يعني عايز اقولك ان انتي يعني انا كالعيب كورة وقاعد او التمانيات اللي جوايا حاجة بس الواقع حاجة تانية والواقع حسناه من اول والناس وقفة كده على الخط انا مش منتقد ولا بعمل ولا بقول حاجة بس انا كنت متخيل الشناوي يعني مثلا املاق في مصر في الطول بكلام على الطول على الجسم فاهمة ما وقف مع ناير وهم لسه مع الحكم فارق بقى حسنتي ناير اطول يعني انت فاهمت زي انا بنقول الشناوي ملوش حل يعني انا عايز اقول طبعا الشيء دي الاساس بس انا بتكلم على الاكسام وعلى السرعات وعلى القوة وعلى وعلى حاجات كتيرة جدا فرؤات كبيرة لازم نعرف المباراة اللي بدخلنا فيها تحسي ان النادي الاهلي طبعا عنده طموح ونفسيا بتجهز بس من جوا يا جماعة في حاجة بتقول انا هلعب كل لعيب انا هلعب فلان فلاني انا همسك فلان فلاني انا هلعب باير ميونيخ انا كذا انا كذا خايف من الخسارة التييلة محطوطة كده في كورنر جواه كل الكلام ده اما نزل الملعب لقيت ان فعلا المضوع صعب يا جماعة من اول ديها اولا النادي الاهلي ما بيلعبش لعبه لعب النادي الاهلي انه بيلعب ضاغط على اي فرقة بس هنا انت مفعش تضغط اصلا يعني يبقى غلط بيلعب في الدوري المحلي وبيلعب حتى في دوري ابطال افريقيا ضاغط على اي فرقة سواء برا مصر او جوا مصر الضغط ده والاستحواز الكلام ده لا النادي الاهلي ما بيلعبش كلام بيلعبش كلام ده قدام بيرمونيخ النادي الأهلي مأمن الحتة الدفاعية الواجبات الفردية بالنسبة للعيبة كلها تتلخص في الدفاع وقفل الصغرات والقرب شوية لعيبة تبقى رايبا بعضها عشان الإمكانات الفردية بتاع الفرقة التانية في مقابل ان الفرقة التانية بتلعب لعبها الطبيعية بيضغط عليك من عند الجون بتاعك انت مش مديك فرصة من أول دقيقة وده بان على فكرة سارة من أول كرة في المطش كرة سطرت بيرمونيخ رجعها الواحد لقابها طويلة عشان كل الفرقة ضغطة وبتدت المأسابة الضغط الجامد في كل حتة في الملعب وبعدين مش ضغط المجرد هاجمة أو اتنين ويريحة شوية لا وارا بعض كل دقيقة مش مديهم فرصة للنادي الأهلي انه هو يعني يعني يكون عنده فرصة بس يلعنهم دي طريقة لعب بارنمينخ على طول حتى مع باريس سنجر مافين هاي انت مش تعود على كده بس خليني بقى اقول له حضرتك انه من ده انا شايف انه دي من ايجابيات المباراة بتاعة طبعا ان انت اتحطيت في ضغط او اللعيبة دي تحطت في ضغط يعني مفيش ضغط اعلى من كده لما محمد هاني بيبقى بيعب عليه الفونسو ديفيس وكومن مع بعض هو يعني هيتحط في ضغط اي مين لعيبة اتقل من كده هتلعب عليه فانا شايف انه في خبرات كبيرة قوي لعيبة خدتها من مباراة دي بقى احنا هنتكلم عليها لما نقول الدروس المستفادة من المباراة ويهي الحاجات الايجابية اللي خدناها من المباراة انما انا بتكلم ليه الاهلي ظهر بالقصة دي وسوالي التشكيل ده او التشكيل اللي كان بعض الناس لان فيه ناس بتبتدي بعض النتيجة تتكلم طب ما كان لعب بثلاثة اه 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 انا ما كنتش موافع على الحتة دي لان برضو ما فيش بصي فيش فرقة في الدنيا بتلعب بره ارضها جوه ارضها مع فرقة قوية مع فرقة ضعيفة لازم بلاي ميكر لازم واحد الناس تسند عليه انا كمدافع بتزنق لما يكون عندي ضغط شوية لازم ابص للرجل الصنعي لعب بتاعك لانه هو الوحيد اللي قادر ان انا امتص الكورة ولف وابص وقدر ابني هجمة انا مش نازل ادفع ادفع مية في المية فانا عايز اقول الناس مش هتفهم احسن من الراجل اللي مسك الفرقة خليني بقى اه اجي للنقطة دي بالنسبة بقى للناس اللي بتتكلم مسيماني من ساعة ما مسك الفرقة مكسبش مخسرش ولا ماتش يعني كله يا اما بيكسب يا اما بيتعدل اعتقد 22 ماتش مع النادي الاهلي مساعة ما جيه مخسرش ولا مباراة ويوم ما خسر كانت من بارن ميونيخ مين اللي هو بطل اوروبا واللي هو احسن فريق في العالم وكلنا متفقين ومع ذلك هجوم بقى تلاقي البعض بيهاجم مسيماني انه ايه ده يعني ازاي يخسر يعني ازاي يخسر من بارن ميونيخ هو خسر من ميونيخ بس الحجوم على ناس ومع لئونوشه تاريخ يا كابتن معلش انا اسفة انا في البداية قلتلك يا سارة قلتلك النادي الاهلي ليسروح ست مرات كاس عليم الاندية اللي فيه ناس عايزة تروح بس مرة مش عارفة دي كفاية يعني انت بتكلمي على ست مرات مش مرة بالصدفة او مرتين او تتات ده عن جدارة أنك تروحي ست مرات وتعملي إنجازات وقبل كده تاخدي مركز ثالث وقبل كده رابع يعني أنت عاملة كمان إنجازات والنهاردة كمان أنت لغاية وإحنا عادينا بنكلم أنا وإنتي النادي الأهلي عامل إنجاز أنه هو لعب السيمي فاينال مع بطل أبطال العالم وخسر بالنتيجة دي اللي هي كانت يعني أي حد من جواه كان عارف النادي الأهلي هكذا وإحنا كنا مأهلين نفسنا للكلام ده بس نقول يا رب يبقى إيه ما يبقاش الخسارة اللي هي مهينة الناكتصاري مثلا أربعة خمسة زي ريال مدريد زي برشلونة بلعب فاكوني النادي الأهلي بلعب في بطولة رسمية ويبقى فيه جنين معظمهم من أخطاء وقبل كده النادي الأهلي ما تحسيش برضو البايرن بالشكل اللي هو بنشوفه عليه قبل كده يعني برضو النادي الأهلي نتيجة للطريقة اللي اتعاملت أول للأداء بتاعه بتاع إمبارح برغم الهزيمة إنما كان مقفل وظهر نجوم في المباراة ما تقدرش تقولي النادي الأهلي كان لعبة سيئة لعبة بزلت كل اللي عندها فيه لعبة تفوقت وكانت ند يعني لو هنتكلم مثلا محمد هاني على محمد هاني يعني فيه ناس قبل المباراة كان بتقول نتيجة المباراة الأولانية كان المستوى يعني وده وضع طبيعي لأنه راجع من الصابع كانوا بيقولوا طب ما نبدأ بأكرم طب ما نبدأ ما هنتعارفة فيه كونشات كتيرة طبعا كله بيحل الفني دلوقتي بيحط تشكيل لا أكرم لا بيكهم لا مش محمد هاني من أحسن اللعيبة اللي موجودة دلوقتي وبيلعب في الحتة اللي هي مصدر الخطورة كلها بتاعت باير مونيخ الناحي الشمال بلعب عليه ثلاثة بيبدله سواء باكليفتي انت متعرفش في الباكليفتي إذا كان باكليفت ولا وينجليفت السرعات والقوة يعني وبعدين الناس بتلعب الكرة انت عارفة الألمان كمان مشهورين باللعب اللي هو ايه اوتوماتيك بلعب اوتوماتيك من غير ما يبصوا وبلعب هم حفظين كمان يعني غير كان زمان مثلا ايه بنقول ان المكان الألماني ده مجرد مكان شغال دلوقتي بقى عندهم كمان حتة المهارات الأساسية والحاجات دي بتضيف للعب واللقاء البدنية والمجهود العالي جدا والصبر الغير عادي والجدية اللي مش موجودة في العالم كله في أي فرقة في العالم سواء بلعبوا رحين تفسحهم انا بتاعلي هم بلعبوا على مثلا بلاج مع بعض بيبوا جدين برضو هم الجدية عقليتهم كده خلي بالك برضو هم كانوا نزلين المباراة اللي فات اللي بتاعت مباراة انا عايز برضو اقول النقطة دي مهمة جدا لو تلاحظي زي انا بقولك من السنترة انها تلعبت طويلة عشان يلعبوا بجدية هم كانوا عايزين يجيبوا الجن الأولاني بأي صورة وبأسرع وقت صح لان مش عايزين النادي الأهل النادي الأهل صفر صفر ده عن دخل في الجيم معهم صح وممكن الكرة تحسبا لأي حاجة كرة مفهاش مستحيل ممكن ضرب الجزاء ممكن حاجة في الآخر ممكن تحصل ما يقدروش عواضه فهم كانوا حاسين مفتاح المباراة هي الجن الأولاني وفعلا يمكن لو حسيتي يعني انا كان ابني بتفرج معايا فبيقول له بيقول لي يا بابا طب الضغط ده هيخف امتى وقلت له هيخف شوية لما يجيبوا جون فينا هيبدأوا يهدو وبعد فعلا ما جابوا جون استراحه وحسوا انه خلاص يعني هيبتدوا بقى إنما الحمد لله النادي الأهل كمان منهرش بعد الجون صح شفنا في الشوت التاني كمان اللي هو بعتبره أداء أحسن شوية من الشوت الأولاني كان فيه بسيس من الأمل ان فيه كم نقلة كانت ممتازة عايزة عايزة أقول إن المكاسب كتيرة قوي من المباراة دي إن انت عمرك ما هتقابلي فيه أقوى من ده بالزرط في بطولة رسمية بالزرط أحسن لعبت العالم بتلعب يعني ريال مدريد ما جي لعبنا هنا في مصر وبرشلونة بس كنوش بالجدية الكافية اللي انت تستفيدي من المباراة والناس كنت بتقول ده جايين عشان يزوروا الهارم وكلام من ده انت تلعب فرقة استفدتي منها قوي طرق لعب واحد على واحد الفرديات اللي موجودة كل واحد شوف المان اللي قدامه عامل إزاي إذا كان أنا مساج بشوف رص الحرب اللي هو أحسن لعيف في العالم ده بتحرك إزاي وكل بصي انت رص الحرب اللي انت فيس كدامة يعني انت بحستيش بي كتير في الملعب بس اجيب جوني خلص انت فهم إزاي فعايز أقول الاستفادة كبيرة من المباراة ومن الاحتكاك في نص نهائي نادي الأهلي المفروض ان هو واخد الثقة لسه هنتكلم طبعا على المباراة احنا اتكلمنا على تقلق محمد هاني عايزة برضو ودي طاهر حقه وعايزك يعني برضو تقولي رأيك أنا رأيي وأنا بتفرج على الماتش شايفة لاعب عنده ثقة بنفسه كبيرة جدا يا كابتن وشخصية قوية في الملعب بالرغم ان هو سنه يعني لسه صغير 23 سنة وشايفة أكتر واحد بالنسبة لي من أول ديقة في الماتش ما كانش مغدود أصلا يعني كان بيتعامل ان دي لعيبة عادي كأنها لعيبة أي فريق في الدوري المصري عادي جدا مش حاسة أنا مغدود وصق في نفسه جدا هاولك على حاجة هاولك على حاجة بترجع لشخصية اللعيب طهر محمد طهر شفت له حديث بتكلم انجليش حاجة جميلة جدا جدا وحاجة مشرفة قلمة تلاقيها في لعيبة واضح أنه هو مثقف جدا عنده شخصية الموضوع ده بيديله بنعكس عليه في الملعب صح أنه مش خايف لأنه عارف آه لعيبة كبيرة وكل حاجة بس أنا أقدر لأن أنا لعيب زي زيه أنا باجر على رجلين وهو نفس القصة واحد كمان صغر سنه والطاقة اللي عنده برضو مدياله نوع من القوة والإصرار هو من الناس الحديثة حديثة العهد في النادي الأهلي لسه فعايز بداياته كمان كويسة مع النادي دوري السنة اللي فاتت في الآخر بطولة إفريقيا ودخل على كمان كاسع المندي يعني بداياته قوية جدا اختصر طريق كبير جدا جدا ما كانش ممكن يحققه في المدة القليلة دي لو كان في أي نادي تاني صح فمن هنا خد الثقة وكان من أحسن الناس وكان بيواخدوا الكورة وبيروح وبيحاول يخترق بالناس جبال حواليه كان بيقاتل على كل كورة وعنده طموح كبير قوي هو نفسه بيقول احنا مش جايين عشان الظهور مشرف احنا جايين نكسب البطولة وده دليل على الطموح اللي جوه اللعب ده وعلى انه في المستقبل أو مع الوقت هيكون نجم كبير جدا ده صارة كمان يقول لك ايه زي ما بركز انا على شخصية اللعيب لان فيه جزء على الجهاز الفني تأهيل اللعيبة نفسيا انما انتي مهما تأهلي ومهما تجيبي اكبر دكاترة النفسية عشان تأهل اللعيب ما عندوش شخصية ومش واسق في نفسه مهما تعملي مش هيحص عندك ها انما الشخصية هي اللي بتفرق كتير او ده بن ونعكس على طار اللي كان منه جوم المباراة بالرغم الصعوبة الكبيرة لانه هو بيلعب طبيعة لعبه في مباراة مبارح انه هو دايما انطلقاتي بقى لوحده لان الفرقة مش قادرة تكمل معاه او بقى حوالي مثلا سواء ناحية المين او الشمال فيه اللعيبة تسند معاه هو بياخد الكرة ومطلوب منه ان يروح في المساحات الفاضية وانه يرقص او ياخد فاول او يروح على الجون فكان من المهام الصعبة جدا دايما الهجوم اصعب من الدفاع انت سهل او ان انت تبقي في مركز مثلا انك تدافع كويس لان انت لما بتطلعك كرة طويلة قدام تقطعيها وطلعها كرة قدام انت بطل عملت العليكي انما المطلوب من المهاجم انه لا انه وقف كورته ويبصيها صح او يحطها بين التلات خشبات تأتيه جون يعني على قل بين التلات خشبات فدايما الهجوم هو اللي اصعب من الدفاع عشان كده مبارح المباراة كان بالنسبة النادي الاهلي المباراة تحسي ان الشق الدفاعي برغم الهدفين كان هايل وكان فيه سبات فعالي وكان انت متعرفيش الفرقة الكبيرة دي لو انت تهوينت معهم او فتحت الملعب ممكن يحصل لا 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 معروف او احنا شفنا بانينا كابتن هو بشلونة ثمانية ده كان ايه يعني ما عندهمش انهما فكرة انهما بيكتفوا يعني مش انا كسبنا اربعة مرة فتمام اهدى على كده لا هيفضل اجيب لحد وصل انت شفتي شفتي الفرقة دي التسعين دقيقة حتى وهي كسبانة اتنين واحد فيهم بياخدوا الكرة وبرجعها لورا لا طب هتيبي بس كرة واحدة اتعملت كده انما كل كرة هو رايح يا جوني هجم خطر يا جوني هجم خطر يعني الغاية اخر دي هو الرجل بيلعب كده وبعدين تعالي شوفي الغاية اخر لحظة مستوى اليقى البدانية واحدة كانهم لسه بدئين بالتغييرات اللي اتعملت والتغييرات اللي موجودة برا زي اللي جوه اللي عيبة نفس المستويات وعارفين بيعملوا يعني ما تحسيش ان كمان الاحتياط اللي نازل ده نشز شوية ما كانش في الاقاعة بتاع الفرقة بتاعته الجمال مدروسة جمال مدروسة سواء ابراهيم او حسين او كذا بزبط بزبط وتفكيرهم سابق جدا يعني لفندوبسكي هو عايز الكرة من جنابري يلا اللي هو انجز اللي هو اللي بخلطة بفرجلي دلوقت هو فاهم هو بيعمل ايه هو فاهم بالزبط وعارف لما تحرك في الحتة الفلانية دي لازم الكرة تبقى عندي ما يفعش ما تبقاش عندي هم عارفين بيعملوا كويس عندهم خبرات برغم السن الصغار برضو في بعض الناس كبيرة بس الغالبية سن صغير انما خبرات عالية جدا خاضوا الكلام ده صارت كتير مع المنتخبات بتاعتهم اللي بتلعب منتخب بطولة أوروبا الدوري الألماني عندهم خبرات كتيرة جدا جدا بس قبل ما روح بقى لمباراة بالمراس عايزة أقولك برضو ان حمدي فتحي اللي كان عامل مباراة عظيمة واخد أعلى تقييم سبعة واثنين من عشرة وبعدش ناوي سبعة وواحد من عشرة عايزة تقوليها رأيك في حمدي فتحي قبل ما روح لمباراة بالمراس حمدي فتحي كان عليعب كبير جدا جدا لأنه هو كان في عارفة اللي هو في وسط المعركة وسط الملعب ده اللي هو المعركة كلها واجبات طبعا دفاعية مع هاني ومع الاثنين المساكين واجبات دفاعية في نص الملعب كله بلعب مع زي بقولك مع لعيبة يعني انت عارفة نص الملعب كمان التحرك فيه أصعب من الطرف الطرف بتبقي انت عارفة المهاجم بتبقي يعني محصراء جنب الخط والخط حميكي إنما نص الملعب ما تعرفيش الدنيا جالك إزاي من يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء ولا إيه الدنيا فعليعب كبير جدا جدا الحقيقة كان من الناس المتفوقة جدا فعلا لو حنتكلم لو حنتكلم على بدر بنون كان من برضو الناس المتفوقة جدا بس لو حتكلم كده حاجة سريعة برضو قبل ما سيب المطش ده عشان برضو فيش نقط معينة من لازم احنا برضو يبقى فيه أخطاء معينة عشان نستفيد منها صح الجنة التانية بالتحديد فيه غلط مشترك من ياسر إبراهيم وما بين الشناوي وبدر بنون أنا في اعتقادي وممكن يكون رأي غلط يعني أولا أنا ما بفرحش إن أنا يا ياسر إن أنا حطي إيدي وراء ظهري عشان ما تجيش في إيدي بس أسيب الرجل اللي لعبها يعني انت فاهمت زي ما هي لعبها برضو وجون فأنت الرجل اللي لعبها من حتة ده يا قوي لو أنا قفلت عليه صح أو حطيت رجلي أو كده ما كانتش تلعبت كمان الشناوي أنا حسيت إنه هو راح على القريبة شوية تخيل إنها ممكن تتلعب على القريبة ما تخيلش إن الراجل هلعبها على البعيدة بدر بنون بقى لا راح على القريب ولا راح على البعيد وقف في النص فتحس إن الراجل طالع لوحده في السحاب لوحده خالص ما فيش أي مشاركة في أي حاجة ممكن يكون تلاتة ما تخيلوش إن السانية ممكن يعملها كده ده اللي حسيته معنا لازم أتوقع أنا أقف صح أقف صح وبعدين أقول والله التوقعات ما جاتش إنما أقف صح إنما مروحش أتوقع حاجة ويجي عكسها أيو واخد بالك إزاي؟ وعشان كده مهم جداً اللعيبة تتفرج على الماتش ده مرة وثين وثلاثة ويشوفوا دروس وتحركات ومواقف فردية وحاجات زي المباراة دي يستفيدوا منها اللي هي إن شاء الله بإذن الله لو حننقل بقى على المباراة اللي جاة يستفيدوا منها للمباراة القادمة المباراة القادمة بقى فالمراس يوم الخميس الجاي فريق مش قليل طبعاً وطبعاً إنت حتى لو كنت بتتمنى أنك يعني تعدي إنجاز 2006 أو جيل 2006 وهو البرونزية بس أن أنت تعادل الإنجاز ده مع جيل ده طبعاً حاجة كبيرة ودفع معنواية كبيرة جداً للعيب المفروض إن أنا بزيد ما بقلش طبعاً يعني الطموح دايماً بيبقى أكبر على الأقل لو ما جبتش نفس أو عادلت نفس المركز اللي أنا جبته يبقى أنا أعلى طبعاً البطولة دي بصراحة إحنا لعبنا فرق أصعب لغاية دلوقتي والفرق الجاي كمان أصعب بالنسبة بالمقارنة به الفرق اللي لعبناها قبل كده في البطولات كسعلم قندية قبل كده لأن ده بص باير مونيخ ده يعني يجب بكل اللي قبله يعني بل مراس فرقة قوية جداً حصل مفاجأة وإنها خرجت كانت حطة أو الطموحات أو التوقعات النهية اللي هتلعب في النهاء يعني وتغلبت في آخر دقيقة أو في دقيقة وقت يعني متأخر قوي كرة أمريكا اللاتينية البرازيل الجميلة الصعوبة بقى يعني مدرستين مختلفتين ودي الصعوبة انت هتنقلي من مدرسة الأوروبية بتلعبيها باير مونيخ الماكينات واللعب المباشر والسريع والقوة والسرعة والجنب والكلام ده كله والضغط للكرة بقى اللي هي بقى المسلسات والكرة القصيرة والحاجات البرازيلية والحاجات اللي فيها مهارات يعني زيادة شوية إنما فرقة عندها قوة فرقة كانت طموحها النهية تلعب نهائي هتلعب على ثالث ورابع طموحات كبيرة إنها تاخد طبعا مركز ما تطلعش كده بالشكل ده يعني بتلعب برضو آه مع النادي الأهلي حاسين برضو إن هما طبعا مستوى البرازيلي غير المستوى طبعا الافريقي المباراة طبعا صعبة لازم اللعبة طبعا عليها عب أكبر بكتير من اللعاب اللي كان عليهم قبل مباراة باير قبل مباراة باير يعني دلوقتي الضغط أكبر من مباراة باير مونيخ كده زي فرقة جاملة وما حدش يقدر ينتقد وما حدش يقدر يتكلم وعملت اللي علي وعملت حاجة كويسة إنما أنا دلوقتي أنا مطالب إن أنا أخد مركز ما قلش عن المركز القبل كده فرقة يعني هنروح يمين نروح شمال مقارنة باير مونيخ أقل في المستوى فانت قدمت الكلام ده مع باير مونيخ وقدرت يعني تنظم دفاعاتك وتطلع بالنتيجة دي يبقى أنت في المباراة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله لا جمهور النادي الأهلي معاك طبعا على الحلوة والمرة بس برضو جمهور النادي الأهلي عايز يحتفل ببطل إفريقيا إن هو ياخد المركز تالت ومديليا بيلعب فرقة برضو قوية بس أنت لعبت الأقوى فمن هنا الحمل والعب يعني أكبر شواء على لعبت النبي طيب عايزة أسألك شايف الحظوظ إزاي في المباراة اللي زي دي مباراة بالمراس يعني أنت توقعاتك لو أنت مدير فن يكون برضو إيه تشكيلك في المباراة دي تلعب بمين قولي التشكيل بصي أنا هقولك على حاجة إزا كنت قدام باير مينك لعبت بالتشكيل العادي بتاعي فهلعب بيه هو هو يوم الخميس فأنا هلعب بينا بس طبعا هيدغر هتغير بقى الصباط يعني طبعا علي معلول مش هيلحق ونتمنى له طبعا الشفاء هيلعب طبعا أيمن أشرف والكويس إنه أيمن من أحسن الناس اللي موجودة الحياة مش مبارح بس الفترة اللي فاتت هيلعب في مكانه الأساسي فدي برضو الحمد لله تبقى كويسة هيلعب طبعا ببنون وياسر إبراهيم وطبعا محمد هاني نص الملعب طبعا ممكن ممكن عشان فرق المباريات قريب شوية احنا بنلعب بالاتنين وعندنا بس ثلاثة واربعة راحة وعملنا مجهود فوق الخيال فممكن يغير في نص الملعب شوية ممكن يبدأ بالديونج على حساب حد من الاتنين يا سولية يا حمدي فتح وانا أعتقد عشان الإجهاد هيلعب برضو بأفشة هيلعب بالعادي بقى بتاعه ممكن عنده طبعا طاهر عنده سنش كهرباء برضو يعني أنا هقولك على حاجة أنا ده رأيي طبعا الشخصي وكل واحد له رأيه الشخصي أنا كنت متخيلة إن المطشي اللي فات هيبدأ بمحمد شريف أنا كمان كنت متخيلة كده لأن أنا مش عارب برضو ودي حاجة غريبة يعني إن الراجل ده كان هدف الفرقة كان مش كويس قوي ولما بينزل على طول الأهداف على طول أه فعلا ولعب بطبيعته ما بيقفش متحرك فأنت محتاجه في المطشيات المخنوقة اللي فيها مساحات وعنده سرعات يمكن أسرع كمان من الكهرباء والراجل كان برجله في الملعب وهدف الفرقة وجيب وليا انت عدت وعدت 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 يعني أنا ده مش زنبي أنا ما أصرتش في حاجة عشان كده انت عدتني أنت فضلت حد من الملعب وده ده وارد أن المدرب يعني له تفكير بس أنا على الأقل لو ما بدأتش بيه لأنه لازم أكون التغيير الأولاني لازم أكون التغيير الأولاني يعني أنا بصراحة استغربت وأنا بأتكلم بصراحة برضو شوية يعني لما لقيته منزل صلاح موصل صلاح موصل ما قدمش المردود اللي خليت نزله مثلا في المعجد تستاهل نتيجة للفرص الكثيرة اللي أنت خدتها وسنك الصغير والمطشاط وطلقت عارة ورجعت لازم تكسر الدنيا لازم تكسر الدنيا ما ينفعش يعني ما ينفعش أبقى نازل أنا احتياطي وانزل وما يبقاش فارق ما يبقاش ليه بصمة ما يبقاش فرقت ما يبقاش أضفت ما ينفعش إحنا شفنا شريف نازل بالضبط في دقيقة 80 نازل 10 دقايق تحرك وشط واحدة على الجون وتحرك طب ليه أنا ما بلعبش بيه سؤال أنا محتاج سرعات وأتمنى يا رب أنه يبدأ بمحمد شريف وأنا عارف أنه مش هخايب ظن الشريف وإن شاء الله هكله دور في المواتف جيدة وفتكري وفتكري الحلقة بتاع النهار هيلعب بقى طبعا أنا مش عارف الشحات طبعا نتيجة لجهاد المباراتين اللي فاتوا ممكن يبدأ طبعا طهر محمد طهر على فكرة أجيلة وكويس ممكن ياخد لأن أنت محتاجة برضو للعيبة خبرات ولعيبة الأفرقى لعيبة قوية يقدر يحط كرة تحت رجل ومحدش ياخدها لأن أنت في أوقات كتيرة قوي من وراها صار بتبقي محتاجة أن أنت تاخذ نفسك أكيد يعني إحنا عايز أقولك في كرة لقطة لو تفتكريها معايا معلش هرجعها لكلماتش باير مونيخ قوت ناحية معلول تلعب هم يرجعوها تاني تطلع قوت كان ممكن معلول يوقفها ويلعبها يسيبها تطلع قوت عشان يلعب تاني أو عايز يضيق يعني تفهمها يستهلك وقت وياخد نفس نتيجة للضغط البلوك اللي معمول على الديفنس صح فأنت أحيانا كتيرا جدا إحنا كنا بنتنشأ مبارح على فاول في نص الملعب أن أنت تحط الكرة وتطلعي الناس وتبتدي تلعبي بنتنشأ لأن أنت بتحتاجي ما ينفعش أنت 90 ده كله عندش ناوي كله عندش ناوي ما ينفعش فأنت محتاجة لحد يوقف على الكرة شوية ياخد فاولات على اللجناب تطلعي الفرقة تلعبي اللي هو اللعبة اللي احنا متعودين عليه اللي إن شاء الله نتعود على غيره بالاحتكاكات الكتيرة اللي هتبقى معنا زي المباراة بس مباراة بها المراس ما تنفعش تبقى جيم مفتوح ولا ينفع لا بصي ما ينفعش مستوى كاس عالم للأندية وخصوصا المراحل اللي احنا بنلعب فيها دي سواء السيمي فاينال أو التالت والرابع دي مراكز وميداليات وبطولات هتتكتب بعد كده وحاجات إحصائيات ان شاء الله تتكتب لحسابنا في التاريخ ما ينفعش أننا سيب الدنيا مفتوحة لأن انت برضو بتلعب بتلعب لعيبة على مستوى عالي فانت حتة الدفاعية دي لازم تبقى موجودة مع زيادة بقى في الواجبات الهجومية أعمل توازن يا كابت لازم زي مدافع كويس لا أنا برضو أضغط يعني يبقى لي بصمتي برضو في النص التاني بتاع الملعب بتاع الخصم خلي بالك انت لما اللعبة لعبة الكورة اللي هي على مستوى عالي بتستشف منك أن انت بتلعبي حريصة وبتدفعي بتحس ان انت يعني عندها كده لا ده أنا لازم أجبس على الفرقة دي عشان خلص عليها دول خايفين أو ألانين أو مدافعين فلازم أبادل شوية الهجوم لازم بيقى فيه أدوار هجومية لازم التحرك بتاعنا يبقى لأعلى شوية احنا في باير مونخ كان أخرنا كورتين في نص الملعب واحدة طويلة كده بتتلعب ما وصلناش خالص ما استغلناش قوة النادي الأهلي سواء من الأطراف وطبعا معلول بخروجه يعني فقد النادي الأهلي ورقة ربحة أو ميزة من ميزاته أنه هو بلعب من ناحية الشمال من أهم عناصر الهجوم في النادي الأهلي الطرف الشمال فأنت لا طرف الشمال ولا طرف يمين فأنت لازم تلعبي برضو بطريقة متوازنة بس لازم بقى فيه واجبات هجومية للعبة نص الملعب تكمل مع الفرودة شوية عشان يبقى لك شكل هجومي لأن أنت بتلعبي برضو أصلا أنت كده كده لو دفعتي ولقدر الله جي فيك يجون أنت عايزة تلعبي على مركز فأنت قردي لازم هتهاجمي طبعا أنا هاجم بتوازن من الأول مع النواحي الدفاعية عشان أقدر أعمل برضو ندية وبعدين أنت برضو لما بتبغتي الفرقة اللي قدامك أو بتحسسي اللي قدامك أن أنت لأ أنت ند وبتروحي وبتقليلي برضو حطته الهجومية شوية بلغة الكرة بيخاف منك شوية فلازم يرجع النادي الأهلي أقوى حاجة ميزة في النادي الأهلي هي موضوع الاستحواز اللي احنا ما كناش قادرين نعمله في مباراة مبارك مش بديني فرصة تعملي استحواز هتعملي استحواز إزاي تفهم إزاي الاستحواز ده لازم وانتتشو هم بيضغطوا في كل حتة أعتقد أن العملية هتبقى أسهل شوية في المباراة القادمة بتاعت يوم الخميس هو بقى فيه مساحات تقدري أن أنت تعملي الاستحواز بتاعك الاستحواز بيديك أنت نوع من السقة بيديك أريحية ما تبقاش مضغوطة على طول وتعبانة بتاخدي نفسك بتقدري تعملي جمل بتقدري لو أنت فيه استحواز وتدوير الكرة من اليمين والشمال أن أنت بتجي دي حاجة تقدري أن أنت مثلا تعملي جملة مهارة معاينة ابتكار معاينة تقدري توصلي بيه للجون فأتمنى إن شاء الله بإذن الله المباراة الخميسة لنها تكون مباراة يعني كويسة نادي الأهل يرجع بقى توقعتك للاستكور بسرعة كبتة والله برضو بصي للاستكور حيبقى يعني متقارب متقارب ويعني في حدود فيش ثكور كبير يعني ماشي بشكرك جدا يا كابتن إن شاء الله يعني نكون بنحتفل بالمباراة اللي جاي ونحصل على المركز الثالث وعايز أقول لجماهير النادي الأهلي أنا كنت قاعد يعني مفتخر جدا جدا أنا أهلاوي وأنا بتفرج على النادي الأهلي مع باير ميونيك في احتفالية كبيرة زي دي كنت يعني فرحان جدا جدا والغاية دلوقتي أنا حتى لأسوأ الظروف النادي الأهلي ما حقش الانتصار المباراة اللي جاية فهو مركز رابع على مستوى العالم طبعا ده في حد ذاته برضو إنجاز عشان الناس اللي بتكلم بس كتير يعني بمناسبة الحديث عن رابع العالم خليني كمان أقول لحضراتكم إن الأهلي دلوقتي بحسب موقع ويرد فوتبول ساكر بنتكلم على تصنيف عالمي على الأندية النادي الأهلي في المركز الستة وتلاتين عالميا جمهور النادي الأهلي لازم يفتخر الحقيقة بالنادي الكبير ده يعني نادي إزا مالك اللي هو ند النادي الأهلي في مصر وكان في نهاية أفريقيا في المركز المية ستة وتلاتين عالميا فرق جبير جدا فرق مية مركز بين النادي الأهلي ونادي إزا مالك وده يخلينا مهما كان نتيجة مباراة مبارح فخورين فخورين جدا الحقيقة بالمكانة اللي وصل لها النادي الأهلي وطبعا بشكر حضراتكم جدا جمهور النادي الأهلي على نهاية دايما وقفة في ظهره سواء الجمهور اللي كانت موجودة مبارح في المدرجات أو الجمهور اللي كانت بتشجع لآخر نفس والجماهير اللي فعلا دايما ورا النادي الأهلي وعلى الحلوة والمرة معاه فعلا جمهوره ده حمان شكرا لحضراتكم